إذن نتكلم الآن على الأسباب الانتشار الطلاق في الآوينة الآخرة نتكلم عن المجتمع المغربي كمثال السبب الأول هو أن الطلاق لم يصبح طابه ولم يصبح العيالات يخافه من طلاق لماذا؟ لأنه هناك نسبة كبيرة من النساء المغربيات والمستقلين مادياً بالتالي لا تستطيع أن تصبر الزوج الذي يمارس عليه ضغوطات يومية يعدبها نفسياً هو الزوج غير صالح للزواج أو غير صالح لأنه يمارس مهنة الزوج فلا تستطيع أن تصبر لهذاك الضل بين قوسين لأنها مستقلة معادياً فكتفضل الطلاق قديم كانت المرأة تصبر لأن المورد الوحيد لها هو الزوج جاءها لأن الطلاق هو طابه مجتمعي الذي ينعتها بصفة قدحية المرأة المطلاقة هناك تغييرات القيم ولا تطلق لا يبقى هذا الهاجس الذي يخلع المرأة تكون في هذه العلاقة سعيدة فكتفكر أنها تطلق لكي لا تتكلموا على الرجل الذي لا يزيد في العلاقة الزوجية حتى المرأة التي تكون عندها سبب وعندها إيد في المسألة تطلق لكن بصفة عامة لأن الرجل الذي يريد أن يطلق لكي يطلق وعنده القدرة المادية أنه يصرف على الطلاق ولكن للمرأة تصبر لأن المجتمع يقول لها صبري على قبل أولادك هنا الاستقلال المادية للمرأة والتي تعطيها قدرة أنها تطلب الطلاق المسألة الثانية هو وسائل التباصل الاجتماعي والمؤثرات التي يرسمون لنا واحد الحياة التي هي خيالية واحد الحياة التي هي مثالية للزواج أن الزوج مثلا ديما كيفكر أنه يجيب هدية لمرتو أن الزوج ديما أن مرتو ديما هي كيصور أنه وحد الزوج وحد الحالة وردية للزواج بالتالي المراحة هي ترفع سقف تطلعها وكتولي تقارن الزوجتها بالزوجتها بالزوجتها فلانة أو علانة في التواصل الاجتماعي بالتالي كتولي مشاحنات ومشاهدات لك تخليل حياة تستحيل وكي نوصله للطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر